السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتي من جديد مازلنا مع قناة تفسير الأحلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وله أيها الإخوة الكرام أرضا نتكلم عن موضوع جميل موضوع يعني سبحان الله العظيم بنسبة كبيرة جدا بيتحقق بفضل الله تبارك تعالى أرضا نتكلم عن بعض الرؤى التي تبشرني بقدوم الغنى إن شاء الله أول رؤية معنا جماعة وهي رؤية الموز والفرولة من الفواكه الجميلة جدا اللي لهم علاقة بالمال فهناك غنى قادم إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا من الأشياء الجميلة قضية الفلفل الأخضر هذه الرؤية تبشر بالغنى رؤية الكبد أو الكبد باللهجة المصرية رؤية جميلة جدا لها علاقة بالمال أو بقدوم المال علي إن شاء الله تبارك وتعالى في الفترة القادمة من الأشياء اللي بتدل على الرزق والمال الكثير رؤية الطعام الطازج طعام طعمه جميل هذه الرؤية تبشر بالغنى إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية ميت يعطيني مال صراحة هذه الرؤية واضحة ميت يعطيني مال هناك مال قادم إلي إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية شخص أعرفه في الحقيقة وهو يقبلني في المنام ولكن قبلة محبة قبلة مودة وليست قبلة شهوة فهذه الرؤية تبشر بالغنى إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية المنزل الجديد فهذه الرؤية تبشر بقدوم المال إلي إن شاء الله فهذه الرؤية جميلة جدا تبشر بالغنى رؤية اللي بعد كده وهي رؤية صيد أسماك كبيرة جدا ويا سلام لو إننا بسطاد بطريقة بدائية اللي هي بشبكة الصيد العادية والسمك اللي بيطلع كبير جدا أكبر من الواقع يعني أنا متخيل مثلا إن أنا مثلا في طرعة صغيرة وأنا أصطاد منها الحجم مثلا كده ألاقي الحجم كده هذه الرؤية تبشر بالغنى إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية الخاصة بالنواحي الإيمانية كوني أنا أرى في المنام أنني تبرعت لبناء مسجد في المنام هذه الرؤية تبشرني بالغنى إن شاء الله رؤية العثور على سبائك من الذهب أو سبائك الذهبية هذه الرؤية تبشرني إن شاء الله بالغنى في الفترة القادمة رؤية الخيط الذهب رؤية جميلة جدا تبشر بقدوم المال الذي يترتب عليه الغنى إن شاء الله فيما بعد رؤية السلسال الذهب ولكن للمرأة المطلقة تبشرها بالغنى إن شاء الله رؤية الجميلة جدا وهي رؤية أمنا مريم أم عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذه الرؤية تبشر الرأي بالغنى إن شاء الله رؤية أمنا مريم عليها السلام رؤية بعد كده وهي رؤية النظر إلى القمر وهو صافي ومضيء وأشعر بالسعادة هذه الرؤية وإن كانت تدل على تحقيق أمنية ولكنها ليها علاقة بالمال فهي تدل أيضا على الغنى إن شاء الله الرؤية الغريبة والعجيبة وهي رؤية أنني أتزوج طبعا المرأة اللي شافت الكلام ده أو بنت عزباء أنني أتزوج من رجل أسود وجميل وطويل هذه الرؤية تبشر بالغنى إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية أثاث البيت المظيف الغالي الثمن هذا الرؤية تبشر بالغنى إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية شرب زيت الزيتون وده خاص بالبنت العزباء هذه الرؤية خاصة بالبنت العزباء ساعتها تستبشر بها بقدوم المال إليها والغنى إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية المصابيح المضاءة تبشر بالغنى رؤية البقرة المليئة في الجسم تبشر بالغنى رؤية الحليب تبشر بالغنى والمال يعني رؤية الصلاة رؤية الكعبة كل هذه الرؤى تبشر بالغنى إن شاء الله تبارك وتعالى آخر رؤية معنا وهي رؤية الأبواب المفتوحة أو المفتحة هذه الرؤية تبشر الرأي بالغنى إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته